النافذة الدولية طبعا في أوكرانيا ما زالت الحرب سجال الهجومات متبادلة سيارات المسيرة بالطائرات المسيرة من جهة درونز يعني وبالسواريخ خاصة من جهة روسية يستخدمون السواريخ وأن كان بشكل أقل بكثير مما كان والطائرات المسيرة يستخدمون طائرات لانسيت ولكن الطائرات الإيرانية هي الأساس الولايات المتحدة تسعى الآن بعد أن أفرجت على مليارات الدولارات لإيران في صفقة قيلة أنها صفقة التبادل الأسرع تسعى أن تضغط على إيران أن توقف تصدير المسيرات الإيرانية للروس للحقيقة أن الإيرانيين مثل الأتراك كلاهما أثبت في هذه الحق أثبتت دولتان مسلمتان أو هكذا يقول حكامهم أنهم لعبوا دور رئيسي أثبت مع الغرب لا كانت ربما حدثت حرب خاصة في 2015-2016 بسبب سوريا وبسبب العراق أيضا هناك انزعاج كبير تركي من الدور الإيراني في العراق وفي سوريا وفي أماكن أخرى لكن كلاهما فهم أن أي خصومة أو أي حرب بين سوريا وإيران قد يؤدي إلى تفتيتهما في كلا البلدين أيضا في الحقيقة يتشكل من مجموعات عرقية مختلفة وخاصة إيران إيران هي فوسيفساء فيها البولفستان وفيها العرب وفيها الأكراد وفيها اليهود وفيها الأذاريين وفيها بطاعة الحال الفرس تركيا إلى حد ما متناسقة وإن كان فيها أقلية كردية كبيرة جدا أيضا ولكن إذن كلا البلدين لعبوا دور في هذه الحرب الحرب الأكرانية الروسية وكلاهما ما زال يدعم الطرف الآخر الجيش الأكراني قال من أنه استرجع إحدى القرى قرية جديدة في اليوم هذا في مقاطعة دونسك شرق البلاد حيث وأيضا يستمر الصراع في البحر أو التصعيد يستمر التصعيد في البحر الأسود ما زال الصراع لم يبدأ بقوة ولكن نحن على أبواب صراع كبير جدا في البحر الأسود بالذات وأيضا نحن على أبواب هجومات أوكرانية متصاعدة على أماكن كثيرة في روسيا بما فيها جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 والمرجح أننا في الأسبوع القادم سنرى أن الجسور التي تربط ما بين روسيا وجزيرة القرم قد دمرت تماما هذه إحدى النقاط الاستراتيجية التي تتغل عليها أوكرانيا بدعم غربي بطبيعة الحال في موسكو أيضا أعلنت وزارة الدفاع أنها استهدفت مركز للمراقبة في بخموت وفرقة مشات وقالت بأنها صدت هجمات للقوات الأوكرانية أيضا في تجاه إيمان مما صراعا مقتل سبعين عنصر حسب ما قالت ولكن في موسكو أيضا كان حدث تفجير تفجار كبير جدا في إحدى المصانع في منطقة داغستان داغستان هذه لمن لا يعرفها هي جمهورية جمهورية مسلمة جمهورية المسلمين لكنها تحت الهيمنة والنفوذ الروسي باعتبار أنها جزء من الاتحاد الروسي وهو ما يشبه الاتحاد الصوفياتي السابق في الحقيقة الجمهوريات وهي عديدة جدا الاتحاد الروسي يتشكل من عداد هائلة من الجمهوريات ومن مناطق ذاتية إلى آخر أغلب هذه الجمهوريات هي من عرقيات غير سلابية وهم ليسوا مسيح أورتودوكس وليسوا بيض روس إنما هو احتلال روسي لهذه الجمهوريات التي وجدت قبل روسيا ولكن احتلتها روسيا سوى في سيبيريا أو في مناطق المتاخمة لدول مثل كازاخستان وأوزباكستان وإلى آخر كين مناطق هناك فيها داكستان هذه وفيها الشيشان وغيرها جمهوريات محتلة محتلة من طرف الروس ويتسمى الاتحاد الروسي يوما ما سيحدث للاتحاد الروسي ما حدث الاتحاد الصوفيتي هذه الحرب قناعة الشخصية من كل المتابعات الكثيرة جدا أن هذه الحرب تزرع الآن بذور انهيار الاتحاد الروسي أنا عارف هذا ما يعجبش بعض الناس لأن بعض الناس ما يعجبوهنش لأنهم يعتقدوا أن هذا القول هو لمصلحة الغرب وأن انهيار روسيا هو لمصلحة الغرب لا ليس حتما بالمناسبة إضعاف روسيا مصلحة غربية إضعاف روسيا استراتيجيا مصلحة غربية وهذا سيشتغل عليه القول الغربية لكن انهيار روسيا ليست مصلحة غربية قد يفيد بعض الدول الغربية لكن ليست مصلحة غربية لأن انهيار روسيا سيفيد خاصة ثلاث أطراف رئيسية أوربع أطراف طرف الأول والذي سيستفيد بشكل كبير جدا هم الصين فلروسيا حدود كبيرة جدا مع الصين والصين هي مليار وربعمائة مليون في حين أن روسيا هي مية وربعين مليون فالصين تريد أن تتوسع لأن أعدادها هائلة وروسيا السكان عدد ضعيف كثافة السكانية ضعيفة جدا فالصين إذا منهرت روسيا السين ستقططع ربما إلى موش ملايين الكيلومترات المربعة على الأقل مئات الألاف الكيلومترات المربعة قد تذكرون هذا القول في المستقبل طرف الثاني المستفيد هي البلدان مثل بولندا مثل أوكرانيا مثل لطفيا مثل إسطونيا مثل لتوانيا مثل فنلندا مثل السويد يعني الدول المجاورة بشكل أو آخر لرومانيا بلغاريا يجاوروا روسيا في البحر الأسود هذا هم أيضا لأنها إمبراطورية استعمارية يتخوفون منها ويخافون منها وكانت قد احتلتهم في السابق باسم الاتحاد السوفيتي أو باسم المنظومة الشرقية لأنها رأي كانت ثلاث طبقات كانت كاينة ما يسمى بالمعسكر الاشتراكي وحلف وارسو وقلب هذا المعسكر الاشتراكي وحلف وارسو كان الاتحاد السوفيتي وقلب الاتحاد السوفيتي كان الاتحاد الروسي انهار المعسكر الشرقي بنهيار الاتحاد السوفيتي انهاروا طبقتين بقيت الاتحاد الروسي وهم يخافون والدليل هو غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا ومحاولة السيطرة عليها واختطاع أراضي منها الطرف الثالث هم الأتراك الأتراك والكازاخستان والأوزباكستان وكل تلك الدول التي تحت النفوذ الروسي والتهديد الروسي هناك تركيا ليست تحت النفوذ الروسي لكن أدربيجان مثلا تعاني من نفوذ الروسي كازاخستان تعاني أوزباكستان تعاني هذه كلها تعاني ودول أخرى هؤلاء أيضا سيتحررون من ذلك النفوذ الرهيم والطرف الأهم اللي سيستفيد هم العرقيات الأخرى هناك أكثر من 20% من سكان روسيا البعض يقول 30% هم من المسلمين وهؤلاء يرغم تحت الاحتلال الروسي وهناك عرقيات أخرى وأديان أخرى أيضا تحت الاحتلال الروسي هذا كلهم سيتحررون لكن للأسف أكيد أن حريتهم ستمر بحروب لأن عندما ينهار المركز فإن الأطراف تتقاتل بطبيعة الأشياء لكن هذا هو الذي سيحدث وسيكون وسيكتب التاريخ أن بذور الحرب اللي زرحها أو بدأها بوتين على أسس أنها عملية عسكرية هي التي تسببت لذلك إذن هو يشتغل لكن الغرب ليس من مصلحته انهيار روسيا من مصلحته إضعاف استراتيجي لروسيا لأن المستفيد من الانهيار ليس القوى الغربية خاصة مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو ألمانيا أو يستفيدون في بعض الأشياء لكن الخسارة أكبر لأن النفوذ اللي يروح للصين واللي يروح للأتراك خاصة نفوذ كبير جدا وهذا لا يريدونه الكعكة الروسية ستستفيد منها الصين أولا وتركيا كما قلت وبعض البلدان الأخرى لكن البلدان الأخرى صغيرة لا تشكل أي إشكال إنما ستستفيد يتوقف عليه التهديد يعني إذا عدنا إذن للموضوع إذا عدنا للموضوع فهناك تسعيد في البحر الأسود فمثلا أعلنت كيف عن سفينة تحمل اسم جوزيف شالت وترفع عالم هونغ كونغ عبر الممر الإنساني الذي تحددته كيف خرج اتفاقية نقل الحبوب كيف أعلنت على مركز قالت أنها ستمر في هذه البواخر وقالت من أنها ستدافع على هذه البواخر كما أن وهذا يأتي بعد اعتراض روسيا لسفينة وإنزال وقع لها إنزال هذا سنرى سنرى ما إذا كانت روسيا ستقوم بتدمير هذه السفن أم لا روسيا كانت هددت بتدمير هذه السفن الولايات المتحدة والدول الغربية حذرتها من ذلك أوكرانيا تستفزها الآن سنرى ماذا سيكون الموقف الروسي لكن اللي فاجأ الأوكران وربما أيضا فاجأ كثيرين في العالم هو ما قاله مدير مكتب الأمين العام الحلف الأطلسي اللي قال أن الحل المحتمل لأوكرانيا سيكون التنازل عن أراضيها والحصول على عضوية النيتوب المقابل فهذا الموقف أزعج كثير الأوكران أزعج كثير الأوكران ولا يدرى هل هذا كان موقف من هذا المسؤول يراد منه تحضير الأوكران والعالم إلى اتفاق مع الروس بالتنازل على جزء من الأراضي ومقابل ذلك يعطوهم عضوية الحلف الأطلسي طبعا هذا يفيد أوكرانيا لأنه من بعد يفيدها عضوية الحلف الأطلسي لكن لا يفيدها قضية التنازل على أراضيها واش قال مسؤول واش قال نائبة رئيس الوزارة الأوكران لشؤون تكامل الأوروبي قالت إن ذلك سيؤدي إلى استمرار الإرهاب والابتزاز الأوكران غضب وغضب شديد من هذا التصريح تصريح أعطيه لهذا مدير مكتب الأمين وأنا سبعد ذلك وإلا سيتم طرده والله سيتم التنصل منه أنا لم أسمع التنصل من هذا مما قاله مدير الأمين العام لحلف نيتو وقال الأوكراني يقوله نحن نعرف بالله هذا مش هو الموقف الرسمي الحلف والحلف أبلغنا أن هذا ليس هو الموقف الرسمي لكن هذا القول بحد ذاته يعتبر تطور خطير بالنسبة للأوكران لماذا قالوه لماذا قالوا هذا الشخص هل وافقوا عليه للدول هل وافقوا عليه الولايات المتحدة هل هو جس نبض لا نعرف حتى الآن لا نعرف سنرى ماذا سيكون الموقف في الأيام القادمة